عندما تغيب الحقيقة وتكتم الشهادات وتزال الدماء من يد المجرم فاتش عن الصفقات ثم انتظر رواية تذاع لجمهور تجمل الفعل الدميم الكذب وتصور لصم حققا والبريء مذنبا والعراب قاضيا قصة انهاء بلد بالكامل تجسدت بكل فصولها في العراق وعلى جميع الصعد ولا شيء أقبح من الجرم نفسه سوى محاولات التضليل وتشويه الواقع وهذا باختصار ما يمكن أن يفهم من إعلان الحكومات المتعاقبة تشكيل لجان تحقيقية عند كل نائبة تضرب البلاد أو أهلها من الجرائم والانتهاكات حتى ملفات الفساد الحكومي لتخرج تلك اللجان باللا شيء أو تسوف القضايا ريثما تنفجر أزمة أخرى كوارث عديدة لم تكن لتمر مرور الكرام في دولة غير العراق من احتراق صناديق الانتخابات وقتل المتظاهرين وهروب المسؤولين المتهمين بالفساد بل وحتى شمولهم بعفو وليس انتهاء بكارثة نفوق الأسماك وغرق مليارات البنك المركزي بمياه الأمطار كلها قضايا شكلت للكشف عن ملابساتها لجان تحقيقية لكن أي من تلك اللجان لم تعلن نتائج التحقيق بتلك القضايا ولم يقدم أحد كمتهم لمحاسبته سواء أكان شخصا أو جهة كما لم يعرف أحد أين وصلت التحقيقات في تلك الأزمات من الأساس الكثيرون عدوا الإعلان عن لجان التحقيق فسادا من نوع آخر خصوصا أن ملفات كبيرة كسقوط الموصل مثلا أغلقت وجمد القضاء المطالبات بالتحقيق فيها من دون سبب واضح وحدها الصفقات السرية والاجتماعات المغلقة كانت السبب المفهوم للكثيرين ما يشابه تلميحات على استحياء يطلقها أحيانا بعض النواب كالنائب عن تيار الحكمة علي لبديري الذي وصف لجان التحقيق بمقبرة الحقيقة حيث تعمل على إسكات الشعب وتخديره متسائلا عن حقيقة تلك اللجان وإنجازاتها ومن اتهمت وإي حق أرجعت ليجيب النائب نفسه باللا شيء وتلك بحد ذاتها محصلة طبيعية لاحتلالين متزامنين أمريكي وإيراني جادا بالضرر على العراقيين وعوضا خسائرهما وتقاسما ثروات ومقدرات بلاد النهرين وبقيت أعداد أرواح أبنائه التي أزهقت طي الكتمان وسجلات الاحتلالين ترجمة نانسي قنقر